طيب بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت أنا الآن فعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله طيب ماذا أفعل الآن؟ طبعا عليك التوبة لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا شيء آخر تري ما هو؟ أن تفعل العكس نعم من حسن تعاملك مع الله إذا عصيته وأنت لوحدك أن تفعل العكس أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد كما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات مثل ماذا؟ يعني مثلا تصدق بالسر لأن صدقة السر تصوي غضب الرب مثلا اركع بعض الركعات بالليل حيث لا يراك أحد اعمل عمل خير واجعلهم استمر طوال حياتك ولو كان بسيطا وحتى لو كان أطعام حيوان مثلا ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيته ولا زوجته ولا أحد لا كأن تكون أول الخاسرين إذا كنت في خلوتك مع الله إياك إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصت لهم خلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أنهم يعصون اتبه لا يكون الله عز وجل في قلبك هو أهوى من ينظر إليك لأنه سبحانه عزيز أتدري أنه يستحي مننا؟ كما ورد في الحديث أنه يستحي مننا فمن باب أولى أن نستحي نحن منه والله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ترجمة نانسي قنقر